السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائنا الطلاب طلاب الصف الثالث الاعدادي. اهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بيدا فرست خليك الاول. معكم مستر هسم التركي. طبعا اه اخبار عن نتيجة اه شهادة الاعدادية محافظة الجيزة. فاحنا في الفيديو ده بنوريكم ازاي تحصلوا على النتيجة بالخطوات. اه طبعا يعني اه وزارة مدرية التربية والتعليم بالجيزة اعلنت ان النتيجة احتمال تظهر النهاردة بازن الله تعالى. ونسبة النجاح تعدت التمانين في المية. اه وطبعا بازن الله تعالى ان شاء الله تكونوا موفقين وتكونوا حصلتوا على درجات كويسة بازن الله. طبعا الرابط بتاع النتيجة ده موجوده قدامك اهو. طبعا هسيبه لكم في صندوق الوصف. اول حاجة هنضغط على الرابط. هيدخلنا على الصفحة ديت. بننزل تحت هنا كده شوية. بنلاقي مكتوب هنا لمشاهدة النتيجة اضغط هنا. بنضغط على كلمة هون ديت. بيبدأ يدخلنا على صفحة تانية. بننزل تحت كده شوية. تمام. بننتظر لغاية من الرقم دوت يبقى زيرو. بنلاقي على طول كتاب لنا تحت هنا رابط الصفحة. بنبدأ ان احنا نضغط عليه. بيدخلنا على الموقع بتاع اه محافظة الجيزة مدرية التربية والتعليم وموقع النتيجة. طبعا هو هنا مدينا كزا اه موقع او كزا يعني لينك للتحميل. اه طبعا احنا هننتظر الاول ما النتيجة تظهر وندغط على اي لينك من التلاتة دول. هتبدأ على طول النتيجة تظهر لنا. ويراب دايما تكونوا موفقين. ويا رب بازن الله تعالى تحصلوا على الدرجات النهائية. وما تنسوش هتلاقوا على صفحتنا على الفيسبوك. آآ البدائل بتاعة السنة والعام. لو في حد عايز يدخل اي مدارس تاني غير السنة والعام. هيبدأ يلاقي فيديوهات هتنزل بازن الله تعالى على صفحتنا على الفيسبوك. صفحة خليك الاول. اتمنى لكم التوفيق دايما. كان معاكم مستر هيسام التركي من قناة بيدا فيرست خليك الاول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.